مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج هاشتاغ وهاشتاغنا لهذا اليوم بعنوان الرعاية السكنية القضية الأولى بالنسبة للمواطنين الكويتيين ما الذي تم إنجازه في السنوات القليلة الماضية فيما يخص موضوع الإسكان وما هو التقييم لوطيرة العمل إلى اليوم وما هي المشاريع القادمة والجديدة مستقبلا كل هذا هو أكثر في حلقتنا لهذا اليوم من هاشتاغ ولكن بداية نتعرف على ضيوفنا الأكارم بهذه الحلقة والبداية مع المهندس ناصر خريبط نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أهلا وسهلا فيه وكذلك السيد بشار الأستاذ عضو حملة ناطر بيت أهلا وسهلا فيه مشاهدين الكرام نبدأ حلقتنا بهذا التقرير الافتتاحي ومن ثم لنا عودة لبدء الحوار من بعد هذا التقرير نعود مشاهدين الكرام لبدء الحوار وهاشتاغنا بعنوان الرعاية السكنية واتوقع ما شاء الله سواء الشعب الكويتي عضاء البرلمان وكذلك الحكومة وأيضا الناشطين جميعهم اليوم وتحديدا مع السنوات القرية الماضية شرعوا في شيء بسبب التغيير على صعيد التوزيعات والبناء وغيرها ولكن في حلقتنا لهذا اليوم راح نصلط الضوء على ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه إن شاء الله في المستقبل والبداية مع المهندس سيد ناصر خريبط نتعرف عن ما تم إنجازه في السنوات القليلة الماضية خصوصا منذ استطلاع الرأي الذي تم في سنة 2013 في مجلس الأمم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أحب أتشكر منكم على حسن الاستضافة وأحب أيضا أرحب في المشاهدين الكرام وأيضا ألقى الضوء على ما قمنا فيه من بعض المشاريع أمانة إحنا من ما بعد صار الاستفتاء الذي تم من قبل مجلس الأمة وأيضا لما قامت الحكومة بالإعلان أن الأولوية رغم واحد هي أولوية الرعاية السكنية تكاتفت كافة الجهود سواء من المؤسسة أو من الجهات الأخرى الحكومية وأيضا من مجلس الأمة لوضع القطار على السكة لأفضل حلول لهذه الغضية ومن كان في آن ذاك كان هناك احتقان كبير أيضا نسمي في الشارع يعني أنه أدم وضوح رؤية وعدم وجود مشاريع ذات توزيعات أو مشاريع ذات حجم التي تلبي من حاجة المواطنين للرعاية السكنية أخذت الحكومة على عاتقها بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية يعني خلال خمس سنوات وأحنا حاليا في نهاية السنة الرابعة من التزامنا والتزامنا الأمانة بتوزيع 12 ألف أو ما يقارب إلى 12 ألف نعم في مشاريع متعددة منها يعني بدأت كانت في مدينة جابر الأحمد وبعضها في مدينة صباح الأحمد غرب عبدالله المبارك كان هناك عندنا خمس سلاف ومتين واحد وأيضا مشاريع متعددة والله الحمد يعني اليوم عندنا عقود موقعة تكاد أن توصل إلى ما يقارب 900 مليون دينار كويتي يعني من كانت 200 مليون دينار تقريبا العقود التي لدينا هذا بس يوري الطفرة التي صارت فيها حجم المشاريع والشيء الآخر هي ليست فقط وحدات سكنية نعم ولكن نحن نحرص أن تكون المشاريع متكاملة للخدمات فيها من المدارس وفيها من المخافر وفيها من الجمعيات والمستوصفات بحيث أن تكون الوحدة السكنية لما يسكن المواطن فيها كافة المقاومات المعيشة وهذه أيضا فيها تكاليف كبيرة ولكن أيضا حسب خطتنا كلها طارحينها وشغالها حسب برنامج زمني واضح والله الحمد يعني كان هناك العديد من التحديات باستكاتف الجهود الجميع أدت إلى أنه سهل إلى حد ما تريد قتل ناطر بيت من خلال متابعتكم ما هو تقييمكم لوطيرة تعامل الإسكان في الفترة الماضية يعني من عام 2013 إلى اليوم نحن في 2018 ما يقارب الخمس سنوات بسم الله الرحمن الرحيم بداية طبعا شكر لك شختي نجمة هذه الاستضافة وأتمنى نقدر نوفر معلومات تفيد السادر المشاهدين طبعا الفترة الماضية لازم نفرق يعني الفترة بين 2014 إلى 2017 والفترة التي سبقت هذه الفترة قبل 2014 لم يكن هناك خطة إسكانية أساسا نعم والدليل الأزمة الإسكانية التي نحن عايشين فيها بعد مطالبات الحملة لمدة سنتين استجابت الحكومة ومجلس الأمة وجميع الجهات لمطلب الحملة بتوفير معدل 12 ألف وحدة سكانية سنوية هذا الشيء من 2014 إلى 2017 تم والحملة قامت بمقارنة الوعود على التوزيعات على أرض الواقع وهذا الشيء ساهم ولو بشكل جزئي في استقرار أسعار العقار وهذا الشيء الذي نطمح له كجزء من حل الأزمة الإسكانية حيث أن الأسرة تقدر تشتري منزل أو وحدة سكانية بأسعار مناسبة الآن الحين فيه أخبار قاعد تطلع أن 2018 ما راح يكون فيه توزيعات هذا راح ناقش أيضا نعم ممكن أن يختلف الوضع وينسف كل الجهود اللي صارت بسنوات طيب قبل أن ننتقل إلى عام 2018 وما الممكن أن يحدث في هذا العام نرجع فقط إلى السنوات الماضية هل أنتم راضين تماما عن طريقة التوزيع عن طريقة الخطط التي وضعت وكذلك عن طبيعة المشاريع التي تمت في المناطق طبعا هو الشيء المثالي أن أنا أحل المشكلة أني أوفر وحدات سكانية أوزع توزيع فعلي لكن الشيء اللي فعلي ممكن يصير على أرض الواقع هو أني أنا أوزع على المخطط بحيث أن المواطني عرف وين راح يسكن وهذا المخطط مرتبط بمشاريع فعلية على أرض الواقع وتنفذ وهذا الشيء اللي صار وكذلك في العقود وقعت وقاعدة تصير وقاعدة نتابعها لذلك أنا قاعد نشوف أن هذه الإجراءات مناسبة وبالتأكيد كان فيه ملاحظات يعني حصل أنه كان فيه ملاحظات فيه تأخيرات أنت أستاذ بشار معي للمرة الثانية في البرنامج سبق وناقشنا وكان معنا أيضا عظم من الحكومة طيب نبي انتقل من الفترة اللي مضت إلى الفترة القادمة خصوصا أن السيد بشار أثار نقطة هل هناك توزيعات للسنة المالية الجديدة 2018 والسنوات التي تليها ولكن بعد الفاصل من بعد هذا الفاصل نعود مشاهدين الكرام وهاشتاقنا لهذا اليوم بعنوان الرعاية السكنية وإلى حيث توقفنا ما قبل الفاصل وسؤالنا لسيد المهندس ناصر خريبط ماذا عن توزيعات السنة المالية الجديدة 2018 والسنوات التي تليها يعني الصحف نشرت عدم وجود خطة للتوزيع لدى الهيئة ما صحت هذا الكلام للأسف كان التصريح عنوان التصريح كان مثير أمانة أنه عدم وجود خطة عدم وجود رؤية وبصفة خاصة يعني أنا شخصيا ما عجبني عنوان هذا بهذا الشكل يعني فيه ولكن هذا التصريح حصل أم لا بغضى نظر عن طبيعة العنوان حصل التصريح بس يعني تصريح خنقول يعني يعني أثار أثار موجة من يعني التلفوناتنا ماسكتات والناس يعني تتصل فينا وما مدى الصحة حتى اليوم أنا معاكم الكلقة يسأل وأنا شخصيا أستغرب من من هذا من من المانشيت من المانشيت ومن أيضا ردت الفعل وبصفة خاصة أننا احنا يعني أعلننا عن مشروعين من أكبر مشاريع منطقة المشروع الأول اللي هو جنوب مدينة صباح الحمد وهي مدينة متكاملة بمساحة 60 كيلو متر مربع نعم وتم توقيع مع مكتب استشاري من أكبر المكاتب العالمية مكتب متميز أمانة بحيث أن يقوم بتخطيط وتصميم المشروع ومن المتوقع أنه يكون فيه ما يقارب الخمسة وعشرين ألف وحدة سكنية طبعا جاري الآن أعمال تخطيط وتصميم وأيضا المشروع الآخر اللي هو تصميم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله وهذا اللي اتفاقية دولية ما بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الكورية الجنوبية وهذا اللي راح يكون هناك أيضا شراكة ما بين الحكومتين لتنفيذ هذا المشروع وأيضا بمساحة 60 كيلو متر مربع تقريبا أو 64 كيلو متر مربع وهذا المشروع أيضا راح يحتوي ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية فهذه المشروعين كبار جدا وتم توقيع عقودها فأستغرب من أن يكون هذا الإعلان وأن ما في رؤية بصفة خاصة أن عندنا مشاريع موجودة وماشيين فيها يعني حالها حال المشاريع الثانية هو التصريح ما كان عن المشاريع والتخطيط كان عن التوزيع يعني لما نخطط المشروع نخشه يعني شنسو فيه طيب هذا التصريح إذا صدر هذا التصريح عن الهيئة العامة للرعاية السكنية أنا خلاص علشان لنحن مهدفنا لا نحرج ضيوفنا ولا غيرها ونقدر عمل الهيئة العامة للرعاية السكنية راح يكون في توزيع في 2018 أم لا لا بس خلانا قولك نحن الآن صار لنا تراك ركود كل سنة قاعدين نوزع نوزع والمشاريع اللي حطيناها على الخطة تكلمنا عنها الآن يمكن أنا مو شخص المعني في التوزيع أنا نعم ودعم شون التخطيط أنا جهز المخططات فيما يخص التوزيعات مو أنا الشخص الصحيح اللي يتكلم ولكن بإذن الله أسوة في أي مشاريع أخرى من الآن إلى فترة الصيف المخططات للتوزيع تكون جاهزة أما شون اللي يوزع شون الجدول التوزيعات نحن كل سنة بسنتها بعد ما تنتهي السنة المالية نجهز جدول التوزيعات لسنة واللي بعدها ويتم الآن عمنا في خينا أنت مهندس ناصر ذكرت لي أن أنا المنشيط قد أستغرب يعني تعتقد أن يكون قد مثير لافت ممكن يثير جلبة وقلت لي لكن أستغرب ردة الفعل إذا حنا ما الهيئة تستغرب المنشيط نفهم خصوصا الهيئة الهيئة عفو أن تعمل على قدم وساق لكننا لا نستغرب ردود أفعال المواطنية لسبب لأننا مثل ما ذكرنا أنها القضية الأولى التي يحرص عليها المواطن الكويتي فلما يسمع أن هناك توقف للتوزيع في 2018 أكيد تحوشها حالة من القلق الاستياء المشاريع التي تعملون فيها يعني أنها ستتعطل وللين لا يصل إسمه في قضية التوزيع متآن سيوصل إسمي هذا الذي أتوقع مخلي فيه ردة فعل كبيرة من قبل الشارع لا هي ردة فعل طبيعية ولو أننا أستغربها هذا من نهاية رأيي الشخصي أنا أستغربها مثل ما شرحت لك بأن هناك مشاريع جبارة ضخمة معلن عنها فالأجدى أنه بدالها أسمع إشاعة أو خبر بعض الصحافة التي بعض الأحيان تأخذ بعض المشاريع بعض الأخبار بدون أن يكون لها مصدر موثق لما تحطين عقود موقعة أو خبر ما طلع من مصدر موثق من مؤسسة عامر العاية السكنية هي العقود موقعة وعلنية لكن الجداول الذي عليها اللغط متى سيبدأ العمل؟ متى سيتم التوزيع؟ متى سيتم الانتهاء؟ دائما هذه مشكلتها؟ هذا الحديث كل سنة ترقى نعيشه نفس الشيء وين نجد دولكم لسنة اليهية؟ ليش مع الأنت وعنا؟ ليش مع هذا؟ ونفس الشيء الذي قابلها كل سنة قاعد نعيش نفس الغصة العقود التي سنتوقيعها؟ أعتقد أننا الآن منثما قلت تلك اليوم السنة الرابعة من التزامنا في توزيعاتنا وداخلنا على السنة الخامسة أعتقد أننا لدينا المصداقية الكافية أننا نفس ما سوينا في الفترات التي طافت سنسويه في الفترات الغادمة ولكن النتيجة ردة الفعل في هذه الغوة بناء على تصريح ليس من مصدر من المؤسسة العامة الرئيسة السكنية هذا يعني لا نفض الله أمانتهم طيب العقود التي تم توقعها المشاريع الجديدة الضخمة التي تعملون عليها هي عقود الأمانة مختصة بالتخطيط أم في البنية التحتية؟ لا هي التخطيط ومن التخطيط مثل ما صار في كافة مشاريعنا فترة التخطيط نصل إلى مخططات هذه المخططات التي نقدر نوزع عليها بعدما تجهز يتم تجهيز مساندات الطرح وتطرح على سبيل المثال في مدينة المطلع أو مدينة حاليا جنوب عبدالله مبارك أو في غرب عبدالله مبارك أو أي مشاريع المشاريع التي خلال السنوات المالية الأربع التي طافت من الحالية والثلاثة التي قبلهم نحن مشاريعنا أخذناها في فترة التخطيط ووزعناها كانوا يقولون أن تقعوا توزعوننا على ورق واليوم الناس خذت إذونات البناء وبعض الناس سكنوا صارنا الآن أربع سنوات والآن السنة الخامسة التي نقادلين فيها لا يوجد شيء يختلف طيب سيد بشار نعم تعقيدك على الحوار الذي يجرى في البداية فيما يخص موضوع الذي تستاء منه المتعلقة والتصريح وردود الأفعال وكذلك ملاحظاتكم على خطط الإسكان والمشاريع الجديدة يعني سؤال من الشرق حقيقة هناك ثلاث أمور أول شيء الحين بما أن هناك استياء بشارة بخصوص لا يوجد معلومة موثقة بالنسبة للجدول الزمن والتوزيعات 2018 وفيه شيء اسمه برنامج عمل الحكومة هذا المفروض يتم قبل نهاية الشهر الحكومة مطالبة بوضع النقاط على الحروف إعلان إعلان رسمي وواضح إعلان رسمي وواضح لكي ينتهي هذا الموضوع الشيء الثاني لدينا المطلع لدينا بعض العقود من أنوان لأن أربعة متأخرة وممكن أنها تأخر أذنات البناء للدفعة الثانية من المستحقين في المطلع هناك دفعة تستلم أذنات منها في 2018 وفي الدفعة الثانية في 2019 نعم هذه العقود ممكن أن تأخر في 2019 هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة بالنسبة للجنوب سعد طبعاً جنوب سعد العبدالله هي خطوة متقدمة من قبل المؤسسة وخصوصاً أن كوريا الجنوبية داشة فيها بكل خبراتها كدولة وكقطاع خاص هي قائمة على أساس اقتصادي وستحل مشاكل كثيرة منها البطالة منها دعم الاقتصاد الوطني ناهيت عن القضية الأساسية التي هي القضية الأسكانية الشيء الوحيد بهذا الموضوع عدم شفافية طريقة التوزيعات ستكون لا أحد يدري هل هي ستكون نفس الطريقة القائمة أو لأن هناك شريك مستثمر سيتغير الوضع المهندس ناصر خريبت سبق وأن ذكر خلال حوارنا بأنه ليس مسؤول بالدقة عن موضوع التوزيعات والتوقيت وما إلا ذلك لذلك نحن أخذينا الإجابة إلى حد ما الذي نحتاجها ويبقى السؤال كذلك مطروح لأصحاب القرار والتصريح لكن أيضا ذكرت أخي بشار أن قد يكون هناك تأخير لأن أذنات البناء أيضا قد تتأخر وين دوركم في تأهيل المواطنين المقبلين على البناء؟ لا سيما أن أكثرهم قليلية الخبرة في هذا المجال صحيح أن في أذنات البناء قد يكون هناك تأخير ولكن أيضا الإنسان الذي سيستلم إذن بنا هل هو فعليا مؤهل؟ أنا لا أدري إذا حملة ناطر بيت تتحمل على عاتقة هذه المسؤولية من باب أن بالنهاية هذه الحملة هي تطوعية يعني خدمة المواطنين هل ستخدمون في هذا الجانب أم هي غير مسؤولة؟ حقيقة هذا الموضوع هناك شقين هناك شق شعبي وشق رسمي فنقول الجانب الشعبي قائمة في لجان المناطق مثل ما أنت تعرف كل مدينة جديدة لها لجنة طوعية نعم ننسق معها وندعم اللجان نشوفهم نفس توجهات الحملة ومبادئها ننسق معهم وكذا فهذه اللجان أول شيء هي تركز على مطالب المناطق نفسها وكذلك من دورها هم تقوم بتوعية المواطنين تساعد على قد قد يحتاج المساعدة نعم وتسوي لهم الورش التدريبية وما إلى ذلك كذلك المؤسسة قامت بسبوع تثقيفي بدت به الموضوع هذا ونتمنى أن نزيد من هذه الأنشطة حتى تحل المشكلة التي ذكرتها لأنه فعلا وكل واحد يعني ضليع بالبناء والتشييد فهذا الشيء أتوقع أنه ضروري وأنه يزيد من قبل المؤسسة طبعا ومجهود تشكرون علينا أنتم تواصلوا مع الحكومة وكذلك مع الجانب الشعبي خصوصا فيما يخص موضوع لجانة تطوعية ونحن نتطرق الموضوع المقاولين وما إلى ذلك خلال سياق الحلقة لكن هناك سؤال عن ما هي حقيقة تخصيص أرض في منطقة بوحليفة للإسكان المهندس ناصر خريب تفاصيلها حجمها توقيت التوزيع مكان الحالي ما مدى صحت هذا الكلام؟ هذا الخبر نرى الكتاب من وزير البلدية لكن لحد الآن ما استلمنا كمؤسسة يعني المفروض أن الأرض تعرض فيه إجراءات وكلها ما تخص المؤسسة نحن من استلمها كمؤسسة سوف ندرجها من ضمن أحد مشاريعنا طبعا يجب أن البلدية ترفعها إلى المجلس البلدي وفي المجلس البلدي طبعا يوافق عليها ويرفض وبحال الموافقة عليها يتم اختار المؤسسة واستلامها لكن إلى الآن المؤسسة لم تستلمنا ما استلمناها وحسب علمي أيضا ما نعرضت على المجلس البلدي إلى الآن يعني الموضوع هذا نطول إذا ما ثوتت صحتنا نحن من استلمها ولكن الأرض أنا عارف الأرض يعني الأرض لا هي كبيرة يمكن أن تطلع طلع اللغة وطلع كلام أنها ستوصل إلى 2000 وحدة سكنية يمكن الأرض إذا طلعت 400 وحدة زين يعني الأرض لا هي كبيرة الأرض الصيرة نعم أنتقل كذلك سيد بشار باعتقادكم كيف يمكن حماية المواطنين من الغش والاستغلال من قبل المقاولين والشركات البناء التي ستتم على نطاق واسع من الفترة الحالية والتي ستشهد توسعا في البناء ولكن بعد هذا الفاصل من بعد هذا الفاصل نعود مشاهدين الكرام وإلى حيث توقفنا وسؤالنا إلى السيد بشار باعتقادك كيف يمكن حماية المواطنين من الغش والاستغلال من قبل المقاولين والشركات البناء التي ستتم على نطاق واسع في الفترة الحالية والتي ستشهد توسع في البناء نعم نعم نحن هناك توجه يديد في المطلع الآن لتأهيل المقاولين الذين ستشهد المنطقة مثل ما أنت عارف المنطقة كبيرة سيكون هناك عدد كبير من المقاولين بنفس الوقت فهذا الشيء أول شيء فلتر لجودة المقاولين والشغلة الثانية لتنسيق العمل حتى لا ترفوضى داخل المدينة فيمكن مهندس مسأل لدينا هم يقدر يفيدنا بهذا الموضوع النصيحة تتوجهها للمواطنين مهندس ناصر فيما يخص موضوع البناء والتعامل مع المقاولين أو غيرها تحديدا الدورات التأهيلية سواء كانت للمقاولين أو الشركات المعنية في البناء أو حتى المواطنين اللي هم بيصدد اختيار بتعامل مع مقاولين أو بتعامل مع الشركات البناء مثلا بيتي بيتي طبعا نحن من سمات فضل أخي بشار أملنا بعض الدورات التثقيفية يعني مؤسسة الله الحمد أننا من الخبرات المتميزة لتثقيف المواطنين وراح أيضا نعيد من هذه الدورات ونكثفها نحاول قدر المستطاع كان فيه إقبال؟ نعم كان فيه كان فيه يعني لأنه كان هناك مجموعة من دورات ومواضيع مختلفة نعم يعني أمانة نحن نحرص وأيضا هناك كثير من الجهات الأهلية سواء جمعية المهندسين أو بعض حتى الشركات الخاصة تقوم كثير من الدورات أو من الورج ومن ندوات نحن مثل ما تفضل أخي بشار كان لدينا في أحد الأقود أن نحاول نشوف آلية بخصوص حتى المقاولين للمواطنين ولكن أنا شخصيا إذا أنصح يعني من واقع تجربتي الشخصية أن يكون التعامل من خلال شركات وليس أفراد لأن بالنهاية هذه هي مسؤولية والشركة ذات كيان واعتباري ولكن كثير من الناس يلجؤون إلى بعض الأفراد أو الأشخاص اللي ما لهم أي كيان الشخص هذا يعني صعب التعامل معه يعني إذا ما كمل أو شون طريقة الحساب أو المحاسبة حتى الالتزام في القوانين متعلقة في البناء أو ما إلى ذلك بالضبط ولكن لما يكون هناك شركة الشركة طبعا هناك وزارة التجارة البلدية وغيرها جهات كثيرة ممكن تحاسب فهذه النصيحة أن تكون من الشركات لديها خبرة يعني تتم التعامل معها ويعني بالنهاية الواحد على قلتهم كل الفلس الواحد يصرفه يعني كل شيء بحسابه يعني الشخص لما يستثمر هذا بيت العمر خسارا يعني يعني يستثمر بشكل مناسب فعلا مهندس ناصر كذلك ماذا عن ميزانية الإسكان للمشاريع الجديدة يعني هل تم تخصيص مبالغ لتنفيذها وهل ستتأثر هذه المبالغ بميزانية الدولة أو عجز الميزانية اللي بين فترة وثانية يقولك في هذه السنة حصل عجز معين في هذه السنة حصل عجز معين تتأثر الميزانية المرصودة للمشاريع لتنفيذها بهذا العجز بهذا العجز إن حصل طبعا نحن كمؤسسة عامة للرعاية السكنية نحن مؤسسة مستقلة وبميزانية مستقلة يعني نحن مو من ميزانية يعني وزارة المالية وميزانية مستقلة لنا ورأس مالنا أعتقد مليار ونوصة أو شيء وأيضا المشاريع اللي يتم صرف عليها يتم استرجاع المبالغ من قبل وزارة المالية يعني لحد الآن الحمد لله يعني الميزانيات مرصودة لكافة المشاريع اللي عندنا يعني يعني لا يؤثر ما يحصل عادة على المستوى الاقتصادي على قضية المشاريع الإسكانية لحد الآن مشارعنا اللي احنا دارجينها يعني كلها ميزانياتها مرصودة وما عندنا أي مشاكل في المشاريع حسب خطتنا الخمسية طيب سيد بشاكي كيف ترون قدرة بنك الاعتمان على مواجهة الطلبات القادمة؟ نعم طبعا هذا مو كلامي كلام الأستاذ صلاح المضاف مدير بنك الاعتمان أنه في عجز حقيقي في ميزانية بنك الاعتمان وهذا الشيء اللي احنا كنا نتكلم عنه من 2015 أنه في مشكلة تمويل قادمة بالنسبة حق القروض الإسكانية الآن احنا أمام استحقاقات مليارية لبيوت المواطنين في المطلع في المشاريع القادمة وغير واضح من وين الدولة ستتمول هذه القروض طبعا احنا كحاملة أسهل الحل أنه يتم زيادة رأس مال الصندوق حتى يتم تغطية العجز أو في طبعا حلول أخرى بتمويل الصندوق في طرق استثمارية أو أدوات استثمارية أخرى نعم لكن واجب حين الصندوق أنه يقول للرأي العام أو المواطنين كيف ستطلب الفلوس ويتم حل المشكلة على هذا الواقع نعم كذلك سيد ناصر بين فترة وثانية نسمع بعض الأمور المتعلقة بالأراضي التي الناس حاليا تبني فيها أو بالأراضي التي من المستقبلا ممكن تبني عليها يقول لك والله في نسبة التلوث هذه الأرض فيها ألغام كذا وتطلع المؤسسة كذلك تنفي والجهات المعنية والمقتصة في البيئة وغيرها كذلك تنفي وآخر العوائق الذي يتحدث لك عنها يقول لك ما هي طبيعة العوائق المتواجدة في الأراضي التي تنوي المؤسسة تنفيذ مشاريعها عليها يعني عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله تحديدا وغيرها وما هي الحلول لإزالتها إن وجدت عوائق في الأرض؟ طبعا فيما يخص ممكن تتكلمتي على كذا شق فيما يخص الشق البيئي نحن كافة مشاريع أن يتم القيام بدراسات مردود بيئي وهذه الدراسات تتم من قبل مكاتب تصنيف فئة ألف من قبل هي العامة البيئة ويتم دراسة جودة الهواء جودة التربة جودة الفطريات يعني دراسات مستفيضة والدراسات هذه تعرض على الهيئة العامة البيئة معلنة ويتم أخذ موافقة منها وأيضا دراسة المردود أيضا حتى تأثير إنشاء مشاريعنا والحلول البيئية لها هذا شق الشق الثاني أيضا قانون 42 على 2014 له القانون الهيئة العامة البيئة فرض على كافة الجهات الحكومية أن تقوم فيما يسمى في الرصد البيئي وأيضا إحنا من ضمن عقودنا أنه يكون هناك رصد بيئي لمشاريعنا بحيث أنه يتم رفع تقارير بشكل دوري للهيئة العامة البيئة على الوضع البيئي في المشاريع هذا شق آخر والشق الثالث فيما خصه الشق البيئي أنه لو تدخلين على الموقع ما الهيئة العامة للبيئة عندهم أمانة شغلة جدا 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 مبهرة يعني متقدمة جدا حتى على مستوى المنطقة أن عمدهم بشكل مباشر تدخلين تشوفين محطات الرصد تشوفين تلوث اللحظة وتشوفين أيضا سواء تلوث المياه تلوث مياه الشرب تلوث البحر تلوث هذا فأمانة مشاريعنا كلها تمت دراساتها طيب التحديد هنا جنوب سعدل عبدالله العوائق قليلت كلمة عبدالله منطقة ترحية جريبة من الحرق التواير أو غيرها ما هي الحلول لإزالتها؟ طبعا هذه العوائق يمكن ليس فقط مؤسسة لا تخصنا نحن تخص جهات أخرى هذا الموضوع نظرا لهمية الموقع لأن هذا المشروع سيتم بين مثل ما قلنا بين حكومتين أمانة نعم فمجلس الوزراء الموقع أخذ على آتقاء أن هذا من المشاريع المهمة وحرص على كافة الجهات باتخاذ ما يلزم نحو إزالة العوائق إطارات الرحية على سبيل المثال كانت هي من أكبر مكبات في العالم يعني كانت الأرقام الأولية أن هناك 12 مليون تاير ولكن بعد الدراسات هنقول بعد أنه ما يعني بلشوا يشيرون طلع ما يقال بـ 22 إلى 25 مليون تاير اللي من القمر ينشافون يعني من كميتهم لهذه العمل الصناعة كلفهم من قبل مجلس الوزراء وأمانة يعني قاموا بمجهود جبار جدا وزالوا معظمهم والمتبقق يعي يزيلونها الآن يعني هناك مجهود على قدم الساقنا مجهود رائع أن يقطعون التاير وينقلونها إلى أماكن أخرى مخصصة للإطارات المقطعة وللمستثمرين أيضا يأخذونها وهذه يبعونها كمواد أولية أو يستخدمونها في مواد بناء هناك أيضا عواء أخرى مثل سكراب السيارات وأيضا قامت بلدية الكويت مشكورة أيضا البدء في إزالة السيارات بالتنسيق مع وزارة داخلية أيضا هناك مصنع للصناعات التحويلية وأيضا أخذوا الإجراءات في نقل المصنع إلى منطقة في ميناء عبدالله هناك مزارع الدواجن وأيضا وزارة المالية مع الهيئة العاملة للجراعة مشكورة قاموا بالتنسيق مع شركة نايف في حاليا موجود بخصوص إزالة المواقع كل جهة على أحدها تتعامل مع العق وهناك عمل جاري في ملخص هذا القضي وهناك برنامج زمني يتم متابعته مباشرة من قبل مجلس وزارة سيد بشار كيف ترون استعدادات الجهات الحكومية لمشاريع الإسكان المستقبلية من كهرباء وماء وطرق وغيرها من خدمات نعم طبعا أهم شيء عندنا الكهرباء لنعرفه من معلومات أنه في تأخير بعقد مشروع محطات الزور نعم وهذا الشيء ممكن أن يؤثر على قدرة الدولة على توفير الكهرباء في مدينة المطلع نعم اللي هو أقرب مشروع كذلك هناك خدمات أخرى مزارة التربية بالنسبة ل160 مدرسة في المطلع الصحة وغيرها حتى الآن لا يوجد وضوح بالتنسيق بين هذه الجهات بحيث أن يكون هناك خدمات متوفرة نعم لما يعني المواطن يقول ما راح أبني إلا حد ما الخدمات والخدمات يقولون نبي المواطنين يبنون علشان لا نسوي أشياء تكون فائضة على الحاجة نعم فلازم يكون فيه تنسيق حقيقي أن لا يكون فيه مشكلة عدم توفر خدمات في حال سكن المواطنين على ذات النسق المهندس ناصر يشكي أبناء بعض المناطق السكنية الجديدة نسبيا من بطء استكمال بعض الخدمات الأساسية والغير أساسية مثل أفرع الجمعيات، المدارس، الحدائق، تبليط الشوارع وجود أماكن الترفيه ومراكز الخدمة وغيرها من خدمات من المسؤول عن الاستجابة لطلبات السكان بعد الفاصل الرعاية السكنية هو هاشتاقنا لحلقتنا هذا اليوم وإلى حيث وقفنا سؤال الذي سبقه وانطرحته على المهندس ناصر خريبط ممثل لهيئة العمل للرعاية السكنية اليوم في حلقتنا يشتكي أبناء بعض المناطق السكنية الجديدة نسبيا من مثل ما ذكرت من بطء استكمال بعض الخدمات سواء كانت ترفيهية صحية فيما يخص كذلك الجمعيات محطات البنزين وغيرها من المسؤول عن الاستجابة لطلبات السكان؟ طبعا هناك شق يخصنا نحن كمؤسسة عامة الرعاية السكنية نحن المؤسسة عامة الرعاية السكنية نحن ننفذها مثل الجمعيات المستوصفات المخافر والمدارس هذا نبنيها نحن نبنيها عندنا برنامج واضح نبنيها بالتزامن مع المواطن بحيث أن المواطن عندما يبني بيته نحن نبنيها معه وعندما يستكمل بيته نكون نستكمل هذا المواطن يعني كما ذكر الأخ بشار دائما عملكم مرتبط بالمواطن ونسلم هذا المنشأ إلى الجهة لأننا نبني ونسلم إذا كان مستوصف نسلم للصحة إذا كان مدرسة نسلم للتربية وهذه المجرة فهناك بعض المباني سلمناها للجهات ونفرض أن الجهات تشغلها هناك تصير بعض الأحيان تأخيرات بسيطة من بعض العقود وهذه نطبق فيها شروط التعاقدية نعم وهناك أيضا منشآت لا تخصى المؤسسة عامة الرعاية السكنية ولكن هناك أراضي نسلمها مثل محطات الوقود ومحطات أفرع البنوك وغيرها هذه الشغلات يمكن يتم تنفيذها من قبل تلك الجهات وفيه شق يمكن اللي هو المناطق اللي مثل في طبالة الترفيهية أو التجارية احنا في المؤسسة كنا عندنا في المدن الجديدة المدن ما عادة تكون هي ضواحي فقط المدن فيها أماكن تجارية وصناعية واستثمارية وطرحت المؤسسة خمس فرص استثمارية ولما أقول فرصة يعني مو مناتها مجموعة من الأراضي بحيث أن يدخلون المستثمرين لتطوير هذه الأراضي ومتوزعهم على مشاريع المؤسسة وإن شاء الله في القريب العاجل يبدؤون المستثمرين في بناء هذا المشاريع بحيث أن يكون عامل جذب للمواطنين المشكلة ليس فقط بالخدمات نحن يقول لك بعض المواطنين أساساً إحنا لو نطلب طلبات أكل مثلاً لهم الذين يساعدون في تنظيف الشركات أساساً لا أحد يوصلها مناطق متوين أنا أقدر أن يكون في منطقة مثلاً قريبة أنتوا تأخذوننا عن طريق مثلاً سائق أو كذا تودون المنطقة وتردوننا فيصر المشوار على المواطن مشواري لكن بطبيعة الحال هذه الظروف أي منطقة سكنية حديثة أعود كذلك للسيد بشار الأستاذ ماذا عن منع البدل بين أصحاب القسائم لسنوات معينة وتفاوت أسعار القسائم الحكومية حسب المناطق السكنية هل تجدون قبول بين المواطنين لهذه القرارات؟ يعني البدل في نوعين في البدل الخارجي بين المناطق والبدل الداخلي هو مسموح الخارجي المنطقة وراء منعه هو أساس لا تصبح متاجرة هناك ناس خذتها متاجرة وتبيع فهذا السبب ما هو السؤال الثاني؟ منع البدل بين أصحاب أن الناس قابلين يعني متماشين مع القوانين هذه التي هي لمنع على قلتك الاستغلال وغيرها وما إلا ذلك طبعا هناك ناس معها وفي ناس ضد لكن أتوقع الغالبية يعني بما أنها من خرطة بالعملية يعني أنها معها أنت جاوبنا عن تقريبا جزء الخاص في البدل الجزء الأخر من السؤال تفاوت أسعار القسائم الحكومية حسب المناطق السكنية تجدون قبول بين المواطنين كذلك لهذا القرار كما البدل؟ هذه هم نفس الشغلة يعني هناك ناس طبعا اللي يأخذ بالمنطقة المميزة يقول لك مثلا بخيطان مثلا أو بوحليفة سعرها تقريبا الأرض 15 ألف مقارنة مع 5 ألف للمناطق العادية أو البعيدة طبعا الفكرة وراها أنت تأخذ بمكان مميز وبالديرة يعتبر أو بالمنطقة الحضرية وأساسا الأراضي تنباع فوق 300 ألف يعني مليون دولار أنت قاعد تأخذها فهذا المنطقة اللي وراها فيه ناس معه فيه ناس ضد العدالة بهذا الشيء مستحيل يعني طيب المهندس ناصر ماذا عن مساهمة القطاع الخاص والمطور العقاري في المشاريع المستقبلية لا سيما أنه صدر قانون بهذا الخصوص طبعا هذا كان يعني الأمانة نحن كمؤسسة كان بودنا أن ندخل في مشروع المطلع ولكن تأخرنا في يعني ممكن أن ندخل في وبصفة خاصة التزامنا في برنامج توزيعات فهذا الحين ندرسه في المشاريع الحالية هل هو مجدي غير مجدي ما هي آلية دخوله هذا الطور الدراسة نحن ذكرنا أكثر مرة خلال الحلقة مدينة جنوب سعد العبدالله سمعنا كذلك عن مدينة ذكية سيتم تنفيذها في مدينة جنوب سعد العبدالله صحيح هذا الشيء يعني سيبدأ العمل بها متى تحديدا طبعا مدينة جنوب سعد العبدالله هي مثلا ما قلنا المدينة اللي ما بين حكومة الكويت و حكومة كوريا و هذه المدينة ستكون أولى للمدينة الذكية بالكويت و هذا التعريف المدينة الذكية تعريف غير واضح و لا يوجد أساسا تعريف حتى عالميا ما هو المدينة الذكية ولكن هذا أبي أبسطها هو استخدام التكنولوجيا لرفع من مستوى المعيشة يعني يمكن كثير من الناس يمكن شافوا مقابلة سمو الأمير سلمان لما قال في مشروع نيوم اللي في السعودية الفرق ما بين تلفون النوكيا و الهاتف الذكي محمد بن سلمان عفوا و هذا نفس الشيء و هي الفكرة يعني هذا يتصل و هذا يتصل و هي مدن صديقة للبيئة غالبا هي مدن صديقة للبيئة فيها استخدام التكنولوجيات فيها مراقبة البنية التحتية و أيضا للدولة راح يكون أيضا عفاظ على مواردنا و أيضا المواطن يكون هو على اتصال مع الدولة و اتصال مع المدينة و اتصال أيضا مع المنطقة نفسها و يعني الكل راح يكون مستفيد من هذه التكنولوجيا هناك سؤال لسيد بشار و كذلك أبي تعقيبك عليه المهندس ناصر صدق قانون بإعفاء مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لمدة خمس سنوات ما مدى استفادة الهيئة العامة للرعاية السكنية من هذا القانون اليوم و ما هو امطباعكم عن يعني كنا كنا من الداعمين لهذا الأمر لأنه بالنهاية كان احدى نحن نقول الريد تيب أو البيروقراطية بالدورة المستندية لتنفيذ أي مشروع عساس ما يكون فيه تعطيل بسبب هذه الرقابة لا يكون فيه تعطيل و خصوصا فيه رقابة لاحقة فيه كذا جهاز حكومي معني بالرقابة لاحقة بالإضافة إلى مجلس الأمة و اللجان الشعبية لكن إذا تم إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة يعني لا يوجد حجة لأي تأخير لأن كل الأمور تكون ماشية و تنجز بوتيرة أسرع طبعا الإعفاء هذا يعني مسؤولية أكبر علينا الرقابة موجودة لاحقة موجودة يعني في السابق لما كنا نبحث لدوان المحاسبة أو أي جهة تبحث لدوان المحاسبة تقول لك إذا صار تأخير إذا صار شيء أو إذا صار موافقة كان الدوان موافق فاليوم نحرص كل أوراقنا تكون سليمة طبعا ساعدنا بشكل كبير أن الدورة المستندية تقلل أيضا عندنا عفاء من لجنة المناغصات المركزية عندنا عفاءات كثيرة وهذا اللي خلاننا نحنا نقدر نتحرك شوية بأريحية بحيث ننجز هذه المشاريع بتواريخ يعني أمانة صعبة بس مع العفاءات قدرنا عليها ولكن بدون هذه العفاءات يعني كانت راح تصير بس بأوقات أخرى أنا طبعا بقي لي دقائق بسيطة من عمر الحلقة تغريمة أربع دقائق و عندي ثلاث أسئلة فرح أخذ إجابتكم عنها بالمختصر المفيد وتعقيب كذلك سيد بشار ماذا عن البنية التحتية للمناطق الجديدة مثل خيطان المطلع جنوب غرب عبد الله المبارك وغيرها هل تم توقيع عقودها بمواعيد معينة ندرينا في توقيع العقود بمواعيد و خصوصا خيطان في حديث عن البنية التحتية هل ستكون بنية تحتية جديدة أم ستكون ذاتها البنية التحتية القديمة خيطان طبعا مجلس وزراء كلف وزارة الأشغال بتنفيذ البنية التحتية وليس المؤسسة العامة الرئيسية هنا دورنا اقتصر في التوزيعات نعم ولكن ما سيحدث هو التطوير للشبكة القائمة لأن هناك في مدارس شغالة في بيوت موجودة ما يعني بتطوير الشبكة القائمة يعني في شارع وفي بايب بس البايب قديم يتبدل هذا البايب الشارع يصير عليه تطوير نعم لأنه مؤرض بكر مؤرض فاضية في بيوت موجودة وناس ساكنة فيها في مدارس شغالة فيها مبنى الداخلية ضغط خيطان في هناك في منشآت قائمة فما تقدرين تشيلينها بالكامل وتبنين من جديد طيب و بقيت المناطق هذا خيطان خيطان طبعا هو لها وضع خاص نعم جنوب عبدالله المبارك جنوب عبدالله المبارك جنوب عبدالله المبارك هي مشروع طرح و أيضا من بعد ما يقدمون المقاولين و ندرس و يترسع المقاول سيتم تنفيذه من قبل المواسع العام رأي سكنية حسب البرنامج الموضوع له المطلع أيضا وقع عندنا عقدين وقعوا بقيمة نصف مليار نعم و عندنا عقود أثنين شغائع سيتم توقيعهم قريبا غير متوقع من خمسين إلى ستين مناقصة سيتم طرحها للمباني العامة و المباني الخدمية عندنا أيضا العديد من المشاريع الأخرى كلها حسب البرنامج الزمني سيتم طرحها و توقيعها طالما ذكرنا خيطان و بقية المناطق فهذا السؤال موجه لضيفيني الكرام يشتكي الكثير من عشوائية توزيعات الإسكان حيث يتم توزيع مناطق بعيدة ثم يتم توزيع مناطق قريبة نسبيا لماذا لا توجد سياسة عامة للتوزيع من الأقرب إلى الأبعد؟ يعتمد على الأراضي التي تم تخصيصها من قبل بلدية الكويت عندما يتم تخصيص أرض من قبل بلدية الكويت ندرجها من ضمن خطاتنا و نوزعها فمن نستلمها نبدأ نخططها إذن مؤسسة غير مسؤولة عن قضية فإحنا إذا كانتنا أرض لا أستطيع أن أخليها و وزع شيء بعيدة و قريبة فإحنا الذي نستلمها على طول نضعها خطة و برنامج زمني و واضح يعني هذه المسؤولة؟ البلدية مسؤولة عن توزيع الأراضي من نستلمها نحن نبرمج نفسنا على ضرورة نعم من ضباعك سيد بشارة فعلا هذه مشكلة مثل ما تفضلتها يعني الكثير من الناس يقول لك لماذا يأخذ الآن يمكن أن يوزعون مناطق أقرب و هذا حكم الهيستوري أو التاريخ يمتنع و يطوفوا و كذا فصراحة يعني الحكومة عليها التزام بشفافية أكبر نسمع أننا في هيئة للأراضي ستكون مسؤولة عن توزيعات و استراتيجية شاملة للدولة بهذا الخصوص يجب وضع نقاط الحروف خصوصا ممكن شخص يمتنع عن استلام مثلا أرض معينة أي شخص بعد يستلمها بعدين هو يقول أنا للأولوية لأن أنا أقدم لا يدري و لا يلم و يرفق ذلك و يرفق و يرفق و يضيع حقا سؤالنا الأخير الذي سنخطف فيه حلقتنا لهذا اليوم يتم الحديث في فترة وأخرى عن مشروع مدينة الحرير و الصبية فمدى صحة إقامة مدينة سكنية في هذه المنطقة لا سيما و جسر جابر المؤدي لهذه المنطقة شارف على المنتئهاء هل هناك خطة لهذه المنطقة المهندس ناصر خير؟ طبعا هذا المشروع لا يتبع المؤسسة العام الرئي السكنية نعم هو مشروع يتبع المنزل وزراء هناك جهاز تطوير مدينة الحرير و جزيرة بوبيان لكن إن كان هناك مشروع سكني في المنطقة عندنا أرض هناك اللي اسمها الصابرية الشمال مدينة الحرير ولكن لأنها هي منطقة واحدة بالكامل ما نقدر نبني سكن إذا مدينة الحرير لم تتعركت لأن الشق السكني ما أعطيناها طبعا هذا كله يجب أن يدرس وعلى يمكن هذا مكلف جهاز الحرير بأنه يقوم في تنفيذه حسب الخطة اللي هم محطينها وأعتقد الميس وزارة كلف الشيخ ناصر ووزير الدفاع بأنه يترأس هذا الملف وإن شاء الله تكون يعني يتم على الأقل مشروع سكني في مدينة الحرير طبعا هذا يعني موجود بالمقطط الهيكلي من سنين أن هذا الشيء متى ما صارت مدينة الحرير سيكون فيه جزء اسكاني فيها ويصير فيه توزيعات لكننا اليوم بما أن هذا آخر سؤال أهم شيء عندنا توزيعات 2018 مثل ما ذكرنا إذا صار أي تأخير بهذه التوزيعات سيننسف كل جهود المؤسسة ومجلس الأمة واللجان الشعبية خلال هذه السنة والسنوات نحن لا نستطيع أن ننسف لأن هناك ناس ستستفيد سنقول أنه سيتم التعطيل لدخل في الدوامة من جديد لماذا أقول أنه سننسف سننسف فعلا لأن الرثم من يوقف توزيعات سيكون في 2018 8000 أسرة جديدة تضاف إلى التعاكم سنعود للمربع الأول نعود للمربع الأول لذلك فعلا والسنة التي بعدها المؤسسة لم يكن لديها قدرة أنها تضاعف التوزيعات نعم نحن نعلم بهذا الأمر فإذا لم يحدث التوزيع أو تأخر فهذا أسوأ سيناريو ممكن أن يكون و سيكون استحقاق كبير و كحملة شعبية سوف نمارس أدواتنا كجماعات لنأمل الأفضل كل شكر لكم ضيوفي الأكارم على وجودكم معي في هذه الحلقة من هاشتاغ المهندس ناصر خريبط نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل شكر لك على وجودك معنا و كذلك سيد بشار الأستاذ عضو حملة ناطر بيت كل شكر لك على وجودك معنا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ألتقيكم الأسبوع المقبل و حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ في أمان الله